موسيقى موسيقى السلام عليكم اخوتي انا ما كنتم وحيثما وجدته ممسلم عليكم بين السيتنا اخوتي في الداخل الخارج وصحاب الفيسبوك راني مسلم عليكم واعتذراتي اذا ما قدرش ارجع على التساؤلات والاسئلة تعكم اليوم فقط يعني فيديو موثير لقصة جزائري جزائري عمي علي سميته عمي علي هذا حراك عاش في ايرلندا سبعة وثلاثين سنة بدون اوراق كان مسكين عايش حراك وجاء في ستة وسبعين كان يدرس كطيار بعد الانقلاب في ستة وسبعين جاء اليرلندا ومن ذاك الوقت يعني عاش حراك حتى الوقت هذا وبعده راح راح يشكي على قضيتها تدخل وزير يعني تدخل وزير الداخلية والحمد لله اعطاولوا اقامة يعني اعطاولوا اقامة يعني صراحة يعني موضوع عجيب غريب طلقت عليه الصحافة الايرلندية بتنشارككم عمي علي هذا لو اني ان شاء الله ربي سهل رحوا نحوصوا عليه وندلوا له فيديو في يوم الايام ان شاء الله يعني عجيب وغرائب المهم هذا باختصار والله يكون في عون كل واحد الله يسهل خوتنا قاع المغتربين ربي يحسن حال بلادنا وولاد بلادي في كل مكان مسلم عليكم هذه هي تحية الجميع في مشرق الارض ومغاربها خوتنا ان شاء الله لتكونوا بخير وفقط نحط للكم هذا الفيديو هذا الصورة اللي عمي علي وكذلك الموضوع مكتوب الانجليزية هذه معنى فيما جاء في الجريدة الإيرلندية لنقل هذا الموضوع عن عمي علي على كل حال هكذا سبحان الله هذه قصة غريبة على كل حال هكذا الحياة الموضوع في جريدة نقلت الانجليزية هذه جريدة وداروا هذا الموضوع اللي عمي علي هكذا ان شاء الله ورح نديركم الموضوع بالانجليزية للناس يقرأوا بالانجليزية ويتبعوا الموضوع هذا مهم سبحان الله 37 سنة عاش حراق كذلك مكتوب الانجليزية لم يكن عاش هنا في اليدا حتى ولداروا كورت عاش وحراق في ذلك الوقت كانت الغربة سهلة يعني رغم المشاكل كانت إيرلندا في ذلك الوقت كانت مشكلة مذرك طورت كذلك أوروبا كانت سهلة لكن كانت فيها كذلك مصعبها كانت المشاكل كذلك بها واحدة يعيق البلاد غالي مكتوب الاتليفزيون وسائل التواصل الاجتماعي كذلك الان صبحت صعيبة بعد تضييق هذا اللي دارته الهجرة وبعد يعني بعد جابوا الناس تأوروبا يعني أوروبا الشرقية بكثرة أكثر من 12 دولة دخلوه وصارت صعيبة لواحد مسكني جي كل حل أرزق بيد الله لكن أنا شوفيها صعيبة وكان بزاف لي شوفها صعيبة لأن الأوراق الآن ماشي بسهولة يعطوك الأوراق لازم تزوج ولازم تدخل بوثائق يعني قانونية ويعني لازم للمرة تكون تخدم لازم يكون عندها الضعر يعني هذه ما تبالك سهلة لكن اللي عايش هنا رأي صعيبة وماشي سهلة وكذلك يعني زمان كان القانون تحت رحمة القانون واحد يبقى 14 سنة يعطوه إقامة الآن وقل حولوها لعشرين سنة راهي ما نشعرف إذا حولوها ولا ما حولوه ولكن المشكلة حتى وجيه هنا لازم يكون عندك حرفة لازم دير ميتي على الأقل نصح الشباب لي ما عنده حتى حرفة يالو كان يدير حفاف هذا هو أخوتي وعلى كل حال واحد يدر مقلبه ولكن أخوتينا في بعض حيات يظنوا أن نحسدوا فيهم نحن لماذا نحسدوكم نحن ماذا بنا نسهلوكم ماذا بنا لا يأتي كل واحد اللي ليش قادر على حياته في البلاد والله يخدامه عنده الأخر هنا يأتي هنا ويخدمه يدير مستقبله ليش يأتي هنا يضيع وقته ويقع من الطريق إلى الطريق من الأخر حتى يضرب عليها عشرين ثلاثة سنة ومدر الله دار للدوار ويقع حياته من السيئ الأسوأ يعني هكذا لكل حال خوتي السلام عليكم وإن شاء الله تكونوا بخير على خير ومسلام عليكم